المؤلف شيخ صالح لم يقل باب من الشرك بل قال باب ما جاء في الذبح لغير الله هل هناك تعليل شيخ لأن الحكم واضح في هذا الحكم واضح في هذا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وصلي لربك وانحر الحكم واضح من الآيتين أنه لا ينحر ولا يذبح إلا لله سبحانه وتعالى فمن ذبح أو نحر لغير الله فهو مشرك وكذلك في الحديث واضح في حديث علي أنه يلعنه الله عز وجل واللعنه والطرد والإبعاد الرحمة الله معناه أنه لا نصيب له في الجنة لأن من لعنه الله لا يدخل الجنة نسأل الله العافية إذا كان هذا على شرك بسبب الشرك أما إذا كان هذا بسبب كبير من كبائر الذنوب دون الشرك فهذه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى نعم ترجمة نانسي قنقر